يا صباح السعادة والرضا صباحكم زي الفل صباح المغبوزات الحلوة هنعمل مع بعض النهاردة فطار صحي لذيذ زي ما انتم شايفين سنيكرز بطريقة حلوة قوي لمحبي الفطار الحلو يلا تشوف مع بعض الوصفة هتعجبكم جدا وسهلة وسريعة لو اول مرة تشوفي قناتي انا منالبع معكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو ووصفات سريعة ولذيذة ياريت يا وعجبك الفيديو تشتركي في القناة وتفعيل الجرس واهم حاجة لايك مهم جدا دعمك وتشجيعك لي وشيل لكل اصحابنا عشان نستفيد ونبقى وزننا بصحة وبعبي اول حاجة هنحتاج معنا النهاردة موزة ويفضل تكون موزة ياريت تكون مستوية شوية موزة صغيرة هنهرسها كويس جدا جدا عشان تكون مفيش اي قطع وتديني معايا بوري للموز بالشكل دوت هنستخدم معنا النهاردة الشوفان صحيح زي ما هو وهنحتاج معنا بعد محطة الموزة وهرستها نص معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وبعد كده هستخدم معايا النهاردة زبدة الفول السوداني بتاعت ابعوف هستخدم معايا دلوقتي معلقة صغيرة من عسل النحل تحلية بسيطة كده ونص كبية من الحليب هكتب لكم المقدير كلها في صندوق الوصف وهنا بقى زبدة الفول السوداني انا هحتاج منها معلقة واحد وحبتيجي ان انا اضيفها على الخليط واقلب كويس جدا بالشكل دوت لحد ما كل المكونات تندمج معايا ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص في الوقت دوت انا ولعت الفرن على درجة حرارة 180 جهسته عشان اضيف على طول الخليط بش بتاخد وقته خالص ولكن تعمها جميل جهست الاناق اللي حيدخل الفرن وهنا انا عاملة كمية صغيرة دي كوبية من الشفان صحيح زي ما هو هتضيف عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهنا بقى هنستخدم معنا الارفة الارفة طبعا بتودي الطعم في حتة تانية خالص نص معلقة برضك صغيرة وهقلب المكونات الجفة كده كلها مع بعض وحبتدي انزل بالخليط زي ما هنشوف كده وهبتيجي ان انا بعد كده آآ قلبه لحد ما يتشرق كده ببعضه هقلبه كويس وهبتيجي على طول اضغط عليه ودخله الفرن اهم حاجة ان انا بس اسويه كده وحس ان كل الشفان آآ ابتدى ان هو يتشرب من الخليط الحلو ده هدخله الفرن زي ما احنا شايفين كده في صانية عشان الانيق ده ضعيف يعني وهبتيجي ادخله الفرن خد يدوبة كشرين دقيقة وتحمر وشكله وطعمه صراحة ريحته قلبة البيت حلوة جدا جدا هنعمل بقى تازين بسيط كده هنا مكعب شوكولاتة درك قطعته قطعة صغيرة وابتدى تدخله الميكرويف وحبتدي اقطعها زي ما انتوا شايفين كده هاخد قطعة منها واحدة بس هتلقوها سهلة تلقوها خالص ما فيهاش اي مشاكل هقلب بس كل الاجناب وممكن الباقي بحتفظ به في التلاجة استخدمه كمان يوم او يومين عايزي جدا وبتبقى طعمها حلوة شايفين قطعة كده سنيكرز طعمها جميل ومشبعة وطرية حلوة قبل ممكن كمان لو انت راح الشغل ممكن تاخدها معك في علبة صحية حلوة جدا فطار صحي وطعمه جميل ولزيز وحاجة كده تحلية وطعمها حلوة بطريت احط عليها كده الشوكولاتة اللي سيحتها واخدت شريحتين كده من الموز وكمان حطيت الفراولة طبعا الموسم بتاعها وطعمها جميل وزي العسل حلوة قوي خدت بس قطعتين صويرين يعني واحدة كمان وده شكل الفطار بتاعي فطار صحي ولزيز مع فنجال قهوة مع كوب بيت شاي اغدر حاجة كده طعمها جديد وتغيير وحاجة كده رشة صويرة قوي من الشوكولاتة من فوق كده عشان زينها اهتمي بفطارك اهتمي بنفسك يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو يلا حطي لايك لو انشي لسه معي على القناة هتلاقي عندي على القناة وقصفات حلوة جدا حلوة وحادئ واكلات اقتصادية كلها صحية ياريت تشوفي كده تغذي نظرة في القناة هتلاقي فيديوهات هتعجبك جدا ودلوقتي بق�ettiحلكوا الحتة الحدث بقى اللي هو كان طعم بقى حاجة طعمها غطير اتمنى ان انتوا تجربوها اكتبولي في التعليقات يا ريد ايه الفطار اللي بتحبوه هل زي كده بتحبوه بعد وقت تفطروا حاجات حلوة طعمها جديد نبعد شوية عن البيض والفول والأجبان اكتبولي في التعليقات ايه الفطار اللي بتحبوه اكتبولي في التعليقات كمان اي وصفة انتوا عايزينها أتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم واشوفكم بألف خير